اشتركوا في القناة انتشر التطرف وما ينتج عنه من تكفير مطالبين الوزارة بالتراجع عن هذا الاجراء ووجوب دعم وتطوير التعليم الديني وتحديثه وفق ما يخدم الهوية الدينية الليبية حسب نص البيان قال المستشار السياسي السابق لمجرم الحرب حفتر محمد بوصير انه رفع دعوة لدى القضاء الامريكي بحق خليفة حفتر بسبب تهديدات تلقها من تابعيه بوصير وفي صفحاته الشخصية بفيسبوك قال ان الاشخاص المحسوبين على حفتر وصلت تهديداتهم لباذابة بالحامض محولا او محملا حفتر مسؤولية التهديدات التي يتعرض لها مؤكدا انه سلم نسخا مصورة من التهديدات الى التي تصله الى السلطات القضائية في الولايات المتحدة لاضافتها الى الملف القضائي الذي يعد ضد حفتر وهذا وكان ابوصير قد شغل منصب المستشار السياسي الخاص بحفتر استنكر مجلس النواب المنحل اختطاف نائب رئيس الجهاز المخابرات التابع لحكومة التنين وعميد بلدية بني غازي السابق احمد الحريبي ونجده من قبل مجهولين دون معرفة مصيره وطالب المجلس في بيان الله كافة الاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتها واداء مهامها المنوطة بها بمعرفة مكان العريبي ونجده ومن يقف وراء عمرية الاختطاف والتحقيق العاجل في الواقع نهاية الموجز الى اللقاء